السلام عليكم جماعة تبقون الحقيقة والواقع والتحليل الصحيح للي صار في غزة انا قريت من مواقع اجنبية كثيرة ومواقع عربية كثيرة لكن تحليلي وتوقعي واللي انا قاعد اشوفه ان خطاب محمد بن سلمان هو كان السبب في هذه العملية العملية اللي صارت في غزة اللي قامت فيها حماس او الف فلسطيني عملية استخباراتية دولية معدة من روسيا ومن ايران وبتنفيذ من حماس وبغض الطرف والنظر من حكومة نتنياهو او نتنياهو بنفسه وايضا بتعاون مع المصريين بغض الطرف او بغض النظر عن دخول الاسلحة زي خلونا نمسك دولة دولة روسيا شنو مصلحتها بهذا الموضوع روسيا مصلحتها من هذا الموضوع انه يتحول الاعلام الغربي ككل الى التعاطف مع اسرائيل هدفها الاخر هو ان يتوقف دعم اوكرانيا في الحرب وبالفعل نجحت مليون بالمية في هذا الموضوع الهدف الثاني زين الآن طبعا الآن روسيا تصريح من نتنياهو قال ان اذا امريكا دخلت في الحرب احنا راح ندخل في الحرب في فلسطين في فلسطين او في غزة الآن خطة روسيا بهذا الموضوع نجحت مليون بالمية اتجاه وسائل الاعلام الآن سحب على اوكرانيا الدعم المالي بالاسلحة وغيرها توقف تماما عن اوكرانيا وذهب الى اسرائيل خلصنا من روسيا ايران شنو السبب ايران السبب عندها اكثر من سبب سبب الاول انتقامي اكثر من تقريبا من عشر سنوات واسرائيل تقوم بضرب ايران في سوريا تقوم بضرب الميشات الايرانية في سوريا او الحرس الثوري في سوريا او اماكن تواجدهم في سوريا بل في ايران نفسها تم ضرب عدد من المفاعلات النهوية وتم ضرب وزارة الدفاع قبلها باربع تيام وتم ضرب مصانع مصانع للصواريخ الباليستية وايضا مصانع للطائرات البدون طيار وايران قامت بتسليم حماس طائرات بدون طيار شفناهم بالفيديو اللي هو الكاميكازي اللي يمسكها بالايد وطيرهم وقامت بتزويدهم صواريخ قصيرة المدى هذه صواريخ قصيرة المدى وهذه تنتجها ايران وبغض يعني النظر من نتنياهو انا جاي لنتنياهو ايران شنو الهدف الثاني الهدف الثاني ايران هو قطع التطبيع ما بين السعودية هو اسرائيل خصوصا بعد مقابلة محمد بن سلمان الامير محمد بن سلمان في فوكس نيوز وقال ان احنا الان خلاص انها راح نطبع مع اسرائيل فهدفها قطع هذا التطبيع لان هذا التطبيع سيشكل جبهة اخرى معادية لايران جبهة اسرائيلية خليجية معادية لايران زين السبب الثاني السبب الثاني ان ايران حست ان تم الطعن فيها من الخلف شلون المملكة العربية السعودية لما تقاربت مع ايران كان هدفها واحد الهدف هدف ايران وهو الحصول على تنازلات من قبل الواتم المتحدة الامريكية واسرائيل شن هذه التنازلات ان التقصيب اليوراني مثلا يكون في المملكة العربية السعودية الحصول على اسلحة في الاسلحة مثل ما تحصل عليها اسرائيل تحصل عليها اسلحة الدفاع اه اتفاقية الدفاع ما بين الواتم المتحدة الامريكية هو اه المملكة العربية السعودية اي صاروخ اي شيء خارجي يضر المملكة العربية السعودية كأن هذا الصاروخ ضرب الواتم المتحدة الامريكية ايران 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 جهاز الاندار وقاموا بالطيران ومن ثم فتح الجدار العازل ومن ثم دخلوا وكان يوم السبت واللي هو يوم السبت عطلة اليهود وايضا ايران زودتهم باكشلون طارة وبالبروشوت وهذا كانت عملية يعني عملية بحت نجي الان خلصنا من ايران جهاز ايران الان في تطبيع ما بين المملكة العربية السعودية و اه اسرائيل ما في السنة هذه نجي الان عند نتنياهو نتنياهو كان يقال انه كان يعلم انه في عملية بس ما كان يعلم انه بهذا العملية بهذا العجب لكن هذه العملية وحدت الجبهة الداخلية في اسرائيل كان كادت ان تكون هناك حرب اهلية في اسرائيل درجة ان الحرب هاي دخلت فيه القوات المسلحة الاسرائيلية الجيش الاسرائيلي في بعضهم معلنوا عصيان عسكري وكان مظاهراته ومظاهره وكان فيها قتل وغيره الان توحدت الجبهة الداخلية كلها خلف نتنياهو هذه اسرائيل مصر طبعا بالاتفاق مع الاستخبارات المصرية بالاتفاق معهم يتم تهريب هذه الاسلحة ولشنون حماسط راح تقوم بهذه العملية دون وجود هذه الاسلحة هذه عملية استخباراتية دولية محكمة وبالفعل الروسيا اخذت اللي تبي الان العلامة الغربي كلها مصوب اوكرانيا اسلحة لاوكرانيا ما فيه الان خلاص الروسيا ممكن انها تحل الامر في اوكرانيا محتاجين وقت ايران نجحت شلون نجحت ايران نجحت في قطع التطبيع السعودي الايراني السعودي عفوا الاسرائيلي والنقطة الثانية ايران نجحت ايضا في الرد هذه الضربات لاسرائيل وايران بعد نجحت شيء ثالث انه انا موجودة الان واقدر اقوم بهذه العمليات شوفوا حماس الالف واحد سوى فيكم اقدر اقوم بهذه العمليات واكبر من هذه العمليات زين حماس شنو الهدف حماس تهدف الى الحصول على امتيازات في غزة مثلا حرية مرور البضائع كهرباء ماء انترنت عدم اعتداء من هذا تسليح لحماس مثلا اكبر شيء الاسرة تبادل الاسرة الكل مقابل الكل خمس ثلاف اسير اسرائيلي في السجون الاسرائيلية والان مئة اسير اسرائيلي عند حماس اكثر من مئة اسرائيل عند حماس قبل جلعات شارية فقط واحد بادلوا فيه اكثر من الف فلسطيني الان حماس رح تبادل هذا الشيء وحماس ايضا تلقت الدعم من ايران واطعت اوامر اللي يتزوج امي اقول لي عمي نجحت خلى العواطف وخلى اللي صار باخواننا في غزة وغيره وهذا اترك هذا على صوب كل هذا اتركه على صوب هذه العملية استخباراتية دولية باتقان اتفقت معاي او لم تتفق معاي هذا اللي انا استنتجته في قراءتي للواقع في قراءتي للصحف الغربية والصحف العربية هذه العملية عملية استخباراتية دولية وتمت هذه العملية بنجاح وبذكاء خارق جدا من قبل روسيا وايران